معنا ناتالي ريستوكيان افتحي ميكروفون مسا الخير اخت ماغي اهلا فيك بتشكريك لانو استضفتيني مع انو انا مش معك بالكنيسة بس انا بحب قول قدام كل اللبنانية والعرب وكل اللي عم بيسمعون الارمن انو انت عن جد عموض الفقري لكل اللي بيحكي لغة العربة وانا صرت مسيحية باكتوبر 2021 وانتي الوحيدة باللغة العربية اللي انا بلاحك وبحب قول كمانا انو انا award winning author عالمي وكتابي كتابت ضد يسوع المسيح وليحقته ليسوع المسيح وكتابي صار عالمي اخد جيزتين عالمية ولكن اليوم تخلصت السيكل تبعولها وانا تعمدت سبتي اليوم وتعمدت وكنت بارمينيا ارتساخ وكل هالوقت انا مليحقتك مش بس انا بلاحكي بس بلحق كل احلقاتك بس بزيت الوقت انا كل اللي بتعملي فرجي لجوزي لانهو اللبناني وصعب عليه يجي للمسيح لانهو كاتوليك وهو كمان مصدوم فشو ما يصير بلهم منروح نحضر اخ دماغي منروح نحضر اخ دماغي وانتي مبتع انتي قبل كنت ملحدة ولا كنت شهولة حتى كنت ملحدة كنت انا اعلامية وكنت على تليفزيون الجرى سبعة عشر سنة كنت بالاعلام والتليفزيون بالوطن العربي ولبنان كنت دائما ملحدة لانه كنت مفكر بالنسبة لقالي اذا اتدبحوا الارمن مليون ونص وين كان يسوع هالكره اللي فيها زاد زاد لحد ما تحول بتعرفي حياتي الشهرة شو بيعمل الانسان لحد ما جيت انا على كندا وقتالي جيت على كندا حياتي صار يعني صار في تقدم اكتر بالسقافة وصار عندي فرصة لا اكتب ضد مسيح بكتابة وكتابت اخر تشابتر من كتابة الله موت وبعد ما كتبت الله موت اجا يسوع المسيح ثلاثة ايام بحلمي بعد كم جمعة وبالغلط رحت على السبتيين ورافضت وقالي وقتالباستر انت السول رحت تسيري بول بولوس وقالت له انت بدو يستعمل هديكي ربنا يسوع المسيح ولكن يوم انا اول مرأة بكندا يلي بشر بال كل السجون بكندا يلي فتح مع انو كل تشابرنز هني كاتوليك وكت عم بيسمع على كنت عم بتقولي عن الاب وكتير حبيت لانو ما بتعرفي لانا علم لجوزة ما بقدر مثل ما انا عم بتدرس بالانجليزة برجع لقلي برجع بفتح يوتيوب شوف شو انت عم بتقولي لقدر لانو انا بتعلم كل شي من كينج جيمز برجين الوايبل وصعب علي بقلهم اذا بدنا نحضر خلينا نحضر ماغي ونضال يعني جوزة الشخص الوحيد اللي بيعد بيحضر هو ماغي فانا وقتلي رحت عارمينيا وما بتعرفي قديش تأسرت وقتلي شوفت بين كل الاعلام العالم من سنة 2020 شعبي عم بيتدبح عم يغتصب بنحض كل صور وفيديو يتون على التيك توك ولكن العالم كلهم سكتين لانو الاعلام ما عندو مصلحة ولكن الاخد ماغي تلعد اخد ماغي خزام تلعد وحكت ومش بس حكيتي فسرتي ناجورنو كارباغ وارتساخ وانا كنت بعد نجاية لانو انا وجوزة رحنا على اساس بنا نروح مشوار ولكن وقتلي صار هالموضوع قلتله اول مشوار كان لقلنا بحياتنا قلت كل شي اللي بنا نصرف بالمطاعم بدي اعطي لشعبي يمكن ماشي كتير كان وخطيت الفيديويات وقتلي تلعت قلت لو ما بدي اوصلي بكيت من الفرح وهنات لانو ربنا يسوع المسيح نحنا اكيد نختاره ولكن هو عندو ناس بيختار عندو ناس متلك اللي بيختار لانو هاو دي الناس عندن مهمة كتير طويلة ورب يكون معك ونحنا ماشيين معك كتير ارمن ان كان بارمينيا اللي لبنانية واصلين هونيك وباميركا وبكندا ومنحبك ومنفتخر فيك وعن جد انت عمود فقار لقلنا حبيبتي واجبي ما منقدر نكون مسيحيين اذا ما منقول الحق ما منقدر لو مين ما بدو يزعل وما فينا نحاب وجوه ونمشي مع التيار اليوم وينهم يعني بيحكوا بسبعة الاف فلسطيني ما عندن اثباتات عنهم هي ارقام مبالغ فيها عم تعملها حماس طب وينهم من مية وعشرة الاف ارمني نزح عن ارضه وتهجر وما بقى ترجع له ما عنده امل بالعودة اللي منعوا الفلسطينيين انهم ينزحوا لفترة مؤقتة لبينما يتم القضاء على حماس بحجة هذا الشعب محتاجوا الحياة طب والأرمن ليه بلا حياة لانه عطول الجاني مسلم اذا الجاني مسلم بيكون للضحية ما بقى الى حق فهذا الصوت اذا انا ما طلعته ما حدا رح يطاله اذا انا ما حد غيرك عم بيطلع هالصوت ولازم انتو كمان لازم كتير لازم كتير في شوية تراخي عند الاخوة الارمن بقضيتهم يمكن تعبوا يمكن لانه قد ما حكوا تعبوا انا بفهم بس لازم نستمر وبعرف ما رح نقدر نحنا نشكل اغلبية بعالم مليء بالشرور بس فينا نحرك قد ما منقدر او نعمل واجبنا مع اخوتنا قد ما منقدر لانه اتهجروا واتخدت ارضهم واتخدت بيوتهم واتدمرت كنايسهم وتحولت لجوامع ومات منهم نكتار وخطفوا اطفال والعالم كله ساكت ليه لانه مانون الدين المفضل عند الشيطان مانون اسلام لو اسلام صار فيهم هيك ولو انه مثلا حدا من الغرب عمل فيهم هيك لتلاقي العالم كله قام بس كونه الارمن مانون اسلام فما عليش يتدبح ويموت وامت اول مجزرة صارت وثاني وحدة هلا عم بتصير وما حدا فتحت الموحكة فطبيعي بدي احكي لو ما بحكي ارمني ولو ما بحكي بس انه لازم نحكي بكل اللغات ونطالب بحقهم هدول اخوتنا وهدول مظلومين وابرياء اللهم عم يتدبحوا بتركيا اكتر من هلأ مئة سنة مجازر مستمرة ما فيهم يبشروا ما فيهم يمارسوا ايمانهم بالطريقة وهي اردن هاي اردن مو جلب الفلسطينيين معظمهم جلب شي من يونان وشي من غيرة العرب اجوا لعنا محتلين بغزوات جلب اخدوا اراضينا ما حدا فتحت امه بكلمة بس بيقول لك هاي بالماضي طب وهي ارتاخ بالحاضر بس ما في دمير يحكي ما في دمير والاعلاميين العرب المسلمين اللي بيدعوا الانسانية ما في دمير يحكي ليه لانه هن من جوا موافقين مع داعش ومع حماس ومع غيرة طالما بيفردول المحمد وكمان في شغلي قبل اوكرانيا اخد ماغي يعني الموضوع نحنا بلش الحرب عنا ب الفين وعشرين ما حدا حكي وقتلي نحنا عملنا مظاهرات ونزلنا عموريال كل العالم كل ارمن ونحنا متل ما انت حضرتك تفضلت وقلت مش انه بس تعبنا نحنا لحالنا يعني اذا بتشوف كل البلدين اللي حواليه ارمينيا محطين نحنا نحنا بالنص لحالنا مسيحية وانا قلتلهم وفي شغلي يمكن ما بتعرفي انا كمان عن جديد اعرفت شغلي يمكن تصدميك انه في منطقة بارتاخ كانوا عم بتواصلوا معي بيقولولي عندهم هني هيكل هن هيكل للرب اريين وهني عم بيصلوا للهيكل لهوضي الناس فتواصلوا معي قالوا ليش انت كمان حدا منهم ليش ما بتروحي عها التمبل اما انصدمت بشعبي نحنا اول شعب مسيحي بالعالم اول نيشن اول امي مسيحي بدلت فيه واحد انا انصدمت كتير قلت انه هالشي بياخدنا للويل وكمان في شغلي انه من 2020 الهلأ الشي الوحيد اللي نحنا عم نعمل عم نصلي عم نحكي يعني من الولاد الصغار للكبار بس حتى بامريكا حتى الاعلام الغربي ما عندهم مصلحة لي يحكي عننا اي متى حطوا على التليفزيونات وقت اللي تركوا الاراضي واجوا انا كان بعد يومين انا واصلة عارمينيا اذا بتشوفي اخد ماجي وضعن هالولاد اذا بتشوفي الامة هاتي اللي عم بيبكو تخيلي انا اختي اكل عم بفوت عن الناس اكتلا شو باعدة بجيبليك اكتلا اكتلا قلتلي واحدة منهم عنشات ما بدي شي منيك رديلي جوزة كيف بدي شو بدي قللي بدي قللي ما قدرت لقي كلمة المعانات الحقيقية فلسطين عم يخترعوا منهم فيديوهات انا ما عم بنكر على انه الفلسطينيين والاسرائيلي عم يموتوا طبعا عم بدون يموتوا في حرب بس هذا الاختراع طبعا بيمسكوا ولا دربتة خبز لقمة خبز ولا التاني عامل حاله عم يسرخ وبنت جروحولة وشها بزيادة وقالوا فتح يتمك لانا لقتلك صورة هاي المعانات الحقيقية اللي عم تصير كمان ما فينا اذا اليوم بترفع صورة بيقولك لا هي ضد السوشال ميديا هي حطيتلنا دم مشان يخفوا صوت المسيحيين نحنا وقتلي حطينا بوسيت ضد ازربيجان شيلولي اياهن هددوني من سنة 2020 جيني تهديد حتى على المسيجر بدنا نلاقيك نقتليكم بلا شي تتبولي بالتركي اللي هيا بيعرفوا الارمن اللي بره لحد ما صاروا يوصلوا لتليفوني انا لانه كنت انا عم بحكي اشياء انه هن بدون يعملوا السلطة الدولة العثمانية قالوا بنا لنخلي ارمني واحد وبعدين من ديسمبر 12 لمارج لمارج 2023 عملوا بلوكايد يعني اكل مفي مريدين ادوية مفي اتخيال اخد ماجي في شخص عمره 53 سنة عم بيصير معه سكت قلبية بيوصل الصليب الاحمر اللي يخدوه من الحدود عن منطقة ارمينيا هو وبنته بيوصلوا لازيرية الاطراك بيقولوا انت حربت ضدنا هو عم بيصير معه السكت قلبية بيخلوه محبوس اخدوه لقاتوه محب رحيكي شي حتى الصليب الاحمر قلتلهم مش بس الاعلام ساكد قلتلهم نحنا كمسيحية لازم نوقف مش لانه انا بس شعبي اليوم ارمينيا بكرة كندا رح يصيروا للمسيحية بعدين ما بتقبل اي حياة اي حياة تسع شهور محرومين الغاز والاكل والكهرباء والانترميت والمشكلة اللي عم جرب نحنا نتواصل معهم اذا بتشوفي ايمانهم كان مش بس طرلي انا فرصة لسيعد وقف معهم كمان كنت مع المحيربين يلي حيربوا متطوعين يعني كبار بالعمر يلي هن واحد منهم هو هراماندار جنرال اللي فون يلي كان معي ديكلهم بالمقابلة ودي فرجيك شغلة عطانية قال لي نحنا بالسيار عم بيخدني لاشوفهم قال لي انتي بتأمني بيسوع هلا انا مش عم بعرف لانو هاودي ناس من اتحاد سوفيتي كانوا عايشين فما عم بعرف قديش في ايمان قلتلوا لي بدي اعطيك شي وبحب انا فرجي لكل الارمان اللي عم بيحضروا ولكل المسيحية شو عطاني هيدا اذا اول واحد مكتوب زيم فوريق الجندي وهيدا عندنا الانجيل عملينا مثل تيبون لا يكون بجايبتهم هني عم بيحاربون فقدت معهم نهار كامل كتير الجنود اي ما انا قلتلهم فيه كتير ارمان مع الاسف فيه ارمانيات بسوريا ولبنان رحوا اخدوا اسلام وانا اتفاجأت كتير بها الظاهرة بين بنات الارمان انو انتي انسيتي كل شي يعني لا دم اجدادك ولا ضميرك ولا ايمانك ولا صليبك ولا دم المسيح ولا شي خلاكي تشوفي انك رخيصة بعتي حالك فانا بتفجأ كتير انو فيه بنات كتار من الارمن تحديدا عم يتزوجوا اسلام تحت مسمى انو مدنية وكلنا واحد والهبل بصلي يرجعوا بصلي يرجعوا في منو نكتار معنا بكنيسة الرب رجعوا جوازن عم جوازن من جديد اي شعاكيفن شعاكيفن ما ما اخلني بنات تلميذ تاتيوس انت بارتوغميوس ما بعرف بالعربي شو بس بدي لك شغلة انا ما حبي تقرب على خلص المهم انك رجعت للمسيح انا سبتية انا 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 ما بصيرك تكوني سبتية نحنا مسيحيين انا اصلي انو انا وصلت لمرحلة انو عم بدرس بالإيمان المسيح وانا قدر جارب المستحيل لا اعمل حافظ على الوصائع اذا انت ضمت فيهم لا تروحي للإلحاد كوني عزق انا تتنقل انا جوانا والسا المسيح قاعد ناس كتابة ما عملت فيه نعم كتابة كتابة التانية اخر شابتر منه الله هو حيات وهلا قريبا رح اصدروا بأمريكا بس بعني ببابلشين كامبنيز ما قررت مع مين بالعربي نو بالإنجليزي يا ريت الترجم للعربي اللي هو اسم الكتاب نعم شو استعملتي مصطلح قلت انه هرم اول كتاب لليه اسمه الأقنعة اي بس قصدي شو استعملتي مصطلح استعملتي الله ولا الإله نو 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 قاد استعملتي الله ولا قاد نو نو قاد انا لاحقت الموضوع كمان يعني انت بتقولي الرب وانا كرميليك بستعمل دايما كلمة الرب كمانت علمت مني يعني انت مدرسة وانا بقول كل محل ما نحنا ما في كنيسة كاملة وانا بعرف محل ما انا اول ما سحبتيه من السوق ولا لا نو 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 اول ما في اسحبه من السوق هيدا التكملي لألا فهيدا التوبة يعني رح نشوف البطلة بأول تشابتر قدي بتكره يسوع المسيح وهلا كيف عم بتتوب عم تجي ليسوع المسيح فهيدا طوبة لألا وهيدا اعتراف الحملة اللي قروه الأول يقروه التاني ما يكون بس خلص التعصر وراحه الان برشي الثالث ربنا يستخدمك وبشكر ربنا على عودتك هو هذا هدف الشيطان انه يحسسك انه ما في الرب يسوع بيكون الشخص ما نولاجئ اصلا للرب يسوع وما خيبه ولا مرة فبيروح من عدم الإيمان للإلحاد هو بيضل بنفس الدويرة عم يدور ولما بيرجع للأسف أوقات بيستناولوا طواقف كمان تضل معيشته بنفس الدويرة الغلط فبصلي تكوني للمسيح فقط لغير شكرا لك بعرفه ما عنديك وقت وانا بتشكر قد من إيلان انه أخدت هالفرصة وانا أول ما يطلع كتابة تاني رحت مع بعضهم وراح أمنهم لإليك بيكون إلي شرف لتقريهم بس وآخر كلمة لكل الأرمان يلي عم بيحضرونا وينما كان حوالي العالم عنا كتير بيفتخر انه أنا أرمانية وكتير بيفتخر انه عنا نحنا ناس مثل إخد ماغي يلي بنحكي زيت اللغة لأنه نحنا لغتنا لغة المسيح لغة الإيمان وهيدي أول مرة اتعلمت بحياتي انه نحنا الألفابي الأرماني من الألف للكي للآخر هو الصلاة أنا ما كتبعرف مثل أبانا اللازي في السماوات ستتعلم اللامت هلع عن جديد فحافظوا على إخدكم حافظوا على إيمانكم لأنه ربنا يسوع المسيح عطانا هالأرض وهو بيقول وقت اللازم شيلوا الطوب خدوا سلاح مش لنقتل غيرنا ولكن لنحمي اللي لقلنا في وقت للسلام ووقت للإيمان هناك حق للدفاع عن النفس مشروع وينما كان وأرمينيا ربنا ربنا يحمي هالدولة اللي يوقف بين بين الشياطين بين الشياطين رسمي أرمينيا وبالنسبة لأرتاخ وغيره عودنا بالسماء إذا ما سمعونا على الأرض وما قدرنا نرجع الحق للناس ما نحنا بسوريا محتلين نحنا المحتل العربي أخذ سوريا كلها صرنا غربة شو نسأدي نسبة المسيحيين بسوريا بقية 3% مثلا ونفس الشي بكل الوطن العربي وللأسف اللي مننا أجدادنا رفضوا الإسلام ودفعوا الجيس يبقينا نحنا واللي أتلوا أهليهم وأبهاتهم خلوهم يعتقوا الإسلام غصبا نعنهم هدول موجودين اليوم بالوطن وهدول عم يحاربون بإسم الإسلام اللي هني اغتصبوا جداتهم وقوتلوا أهليهم وأباءهم وأجدادهم بإسمه فهيك الشيطان هالأدفاع بالأرض اللي يحول الحق باطل والباطل حق بشكر ربنا اللي لمس قلبك ورجعك لأله وربنا يستخدمك يستخدمك كأعلامية وككاتبة من أجل اسم الرب ياسوع المسيح لأنه وحده المستحق أنه نحن نعطيه فعلاً حياتنا ووقتنا وجهدنا مرسي كتير بكرة لجنهاتك نتالي وربنا يحمي الأرمان بأرمينيا وبأرتاخ وينما كان سلام المسيح لألي كمان هتلا أشوف